السلام عليكم بساك فالله بالخير جميعاً اليوم الحمد لله استقبلت هدية لا تقدر بثمن هدية كنت انتظره من قديم يعني انتظره بشغف الهدية نبي نشوفها جميع ايه والله لأنه كنز من المعلومات خلونا نشوفها جميع ونريكم اياه بإذن الله الله يوفقكم يوم ما شاء الله تبارك الله بشرنا الدكتور احمد سعيد القشاش الغامدي باصدارها الجديد لكتاب نباتات السراح والحجاز وارسل لي نسخة ما شاء الله هذا المجلد الاول والثاني والثالث طبعاً كتاب معجمي لغوي جميل جداً الاسماء العربية الفصحى الاسماء العلمية الكتاب رائع بجميع تفاصيله لا بالطباعه ولا بالتصوير وجزا والله خير ارسل لي نسخة كاملة من المجلد ثلاث مجلدات من الكتاب ثلاث مجلدات جزا والله خير الصراحة الكتاب رائع ولا يقدر يعني بثمن بحسب المعلومات اللي فيه طبعاً هذه الطبعة الثانية الطبعة الاولى عندي الطبعة هذه فيها زيادة التنبتات بالاضافة الى تطوير النسخة ومعلومات اكثر فالكتاب مليء وكنز بمعلومات كبيرة من جبال السروات كاملة طبعاً جبال السروات تمتد من الاردن شمالاً على تبوك الى انتصل الى حد اليمن وعمان يعني شامل ينفع يصلح حتى على مستوى الخليج اليمن عمان الامارات يعني كتاب ثمين الصراحة يعني اليوم الحمد لله فرحان اليوم عيدنا بالنسبة لي بالكتاب هذا من اليوم الظهر وانا اقلب فيه اجزة اشبع منه الصراحة بيزة الكتاب هذا انه يشمل اهم منطقة عندنا بالمملكة وعلى مستوى الجزيرة العربية فيها نبتات يعني تعرفوا منطقنا اغلبها صحراوية مع عدة منطقة السرات فيها رطوبة وفيها تامة وفيها بعض التنوع للبيئة الجميل فكثير النباتات ما نعرفها الكتاب هذا حل الموضوع هذا وفيها الاسماء العربية الفصحة والعامية والاسماء العلمية الفهرسة حقته على مستوى كبير عربي ولاتيني وعربي فصيح المهم الكتاب هذا جميل اللي بيطلبه عن طريق الواتساب عند الأستاذ عبدالعزيز أبحط لكم رقم الواتساب يقدروني يسلولك بسمسة بأي منطقة على مستوى الخليج وعلى مستوى حطينا لكم الآن اللي هو رقم الستاذ عبدالعزيز ابن الدكتور أحمد طبعا الدكتور أحمد غني عن التعريف في علم النبات والمواقع والأثار والأشياء هذه جزا والله خير هذه الكنز أنا أعتبره من كنوزنا اللي أنا بستفيد منها إن شاء الله والتواصل الواتساب اللي أعطيتكم إياه مع أولده عبدالعزيز والتوصيل الممنوع تقدر ترسله يعني يعطيك المعلومات عن الكتاب الآن موجوده في مكتبة كنوز المعرفة مكتبة كنوز المعرفة يعني الهاوي وخاصة أهل الصراط أو غير أهل الصراط للنباتات هنا مشتبكه مع بعض رايح يستفيد منوه بشكل شكروا التقدير لأستاذي الكبير الدكتور أحمد اللي ما يقصر معي بالواتساب بالمعلومات عن نباتات السراه وغيره معلومات كثيرة حصل بيني زيارات زارب بالمزرعة كثير زرته بالباح والمخواه بشكل كبير بالمشتال وجزا والله خير المهم إنه الكتاب هذا للهاوي ثمين جدا وكنز معلوماتي لا يقدر بثمين الله يوفقكم أنا حطيت لكم الرقب الواتساب وعند مكتبة كنوز المعرفة وفي معرض الكتاب وغيره والله يوفق الجميع وشكرا يا أبو سعيد يا دكتورنا ويا أستاذنا الكبير ألف شكر لك على هال هدية اللي بالنسبة لي أنا والله يعني ثمينه جدا الله يزاوك خير ويبيض وجهك وألف شكر لك الميزة اللي بالكتاب هذا من ضمن الأشياء اللي مميزة بالكتاب هذا أنه مفيد للنحلين حتى حاطن يعني معلومات عن النحل وزيارة النحل للنباتات فهذا الكتاب مفيد حتى للنحلين يعني أنا أقول للنحل يجب أن يكون عندك الكتاب وقت الفراغ بس تقلب فيه لكن أنت بتطلع بنتائج إن شاء الله جيدة ومعلومات رائعة شكرا لكم وشكرا للدكتور أحمد ألف شكر له تجدونه برضو عند مكتبة كنوز المعرفة وشكرا للجميع